السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في مطفق السيمة اليوم ان شاء الله سوف نقدم لكم كيكا باردة بجوش بيضات فقط بدون خلات كهربائي يعني سوف ندرها غرب الخلات اليدوي حتى الكريمة ان شاء الله سوف نريكم طريقة كيف تخفقها وكتحصلوا على كريمة اللي هي كتيفة وغرب الخلات اليدوي فقط هذه الكيكا تجي رائعة بزاف كالجلدية كالدوب في الفم كيكا منعيشة صيفية ومكوناتها بسيطة واقتصادية كنتمنى ان شاء الله هاد فيديونا الاعجاب ديالكم دائما الى عجبكم ما تبخلوش عليها باللايك وصلوه الاكبر عدد من الاعجابات تقسموه مع معرفكم مع اصدقائكم وإلا كنتوا باقي من ضميتوش القناة وطبعا الى عجبكم محتوى القناة فضغط زر الاحمر لهو زر الشراك فعلوا الجرس باش دائما نوصلكم جديد كل وصفات ان شاء الله خليكم مع المقادر طريقة تحضير كنتمنى لكم فرجة ممتعة سوف ندعو باسم الله بمقادر الكيك فنحتاج له جوج حبات البيض كأس السكر الخاشين كأس الزيت وكأس مملوء الحليب سوف نحتاج الجوج اكيس الخميرة الحلويات مع كيس السكر فاني جوج مع الاقبار من الكاكا والمر وسوف نحتاج العلبة اليوغ الطبيعي سوف ندعو باناشي المزيج من الفواكه وانتو ما لكم الخشيار يعني فانك هالك تبغيو غير هادا يوغط باناشي يحتاج احد للده وحد الإضافة سواء الكيك او البسبوسة سوف ندعو ايضا الدقيق على حسب الخاليط خلال الفيديو سوف ندعو تقريبا ما حد تدخل في هذا الكيك هذا من الدقيق كيف العادة المكونات بالقرام بالميليليتر سوف تلقوها مكتوبة اسفل الفيديو في صندق الواصف فكام دعو باسم الله سوف ندعو حبات البيض في إناء يكونوا طبعا مدرجة حرارة الغرفة سوف ندعو لهم سكر الخاشين سوف ندعو لهم الفاني وكمقا كنتربهم حتى يبدأ السكر يدعو بليه يعني واحد المدة دقائق وانا كنخفقهم بالخفاق اليداوي الناس اللي بغو يدعو تطرب الكهربائي فممكن انكم تدعوه يعني سوف ندعو المكونات كلها اما في الخلات دي العاصر او لا تستخدموا الخلات الكهربائي من بعد كنضيف الحليب ونضيف الزيت ونستمر دائما في الخفق سوف نضيف العلبة الياوغت كيف تشوفه نضرت العلبة الياوغت لديها مزيج من الفواكه الوزن لها 110 قرم سوف نضيفها ونضيفها 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 سوف نضيف أيضا في هذه المرحلة الكاكاو سوف نغربه جيدا هو الأول من بعد نتحكم في كمية الدقيق لأن الكاكاو من نواشيف سوف يعقد لي الخالط ونضيف الكاكاو من بعد نضيف الكاكاوس الأول نضيف معه كل أكيز جوائح الحلوبيات ونضيف الدقيق حتى لا يربح وننضيف الكاكاو ونضيف الكاكاو حتى يخرج ونضيف الكاكاو ونضيف الكاكاو ونقرد الجانب مرحلة بدايز كيف تشرب في الكيك او لا انا بنسبة لي سوف نوريكم القوام ديال الكيك يعني بلما نسرع الفيديو باش تعرفوا كيف يشل القوام دياله انا دخلت في هذا الكيك هذا جوش كؤوس مملوئة من الدقيق والكأس الثاني فيه كأس الى ربع من الدقيق الابيض الخاص بالحلويات ولكن دائما كيف تلكم الدقيق يبقى تدريجيا حتى تضيفه حتى تحصل على القوام بهذا الشكل هذا يعني القوام ديال الكيك خاص يكون ماشي تقيل باش ميجي ناش الكيك مدقس وايضا ما يكونش خفيف باش ماشي نخرجوا الكيك من الفران وتهبط لينا ومن الافضل ديروش بيضات لي كل حجم ديالهم كبير ما تديروش البيض اللي هو صغير إلا كان عندكم البيض صغير باززا فديرو ثلاثة الحبات ديال البيض بعد ما كان نمزج الخالد ديال الدقيق وكان حصل على كاكب هاد القوام كنا اخد ايناء ندر زجاجي ممكن ديرو اي ايناء متوفر عندكم القطر ديال الاناء القلب اللي استخدمت غادي نديرو لكم في صندق الوصف غادي ننوزع الخالد ديالي اذهنتوا من قبل بالزبدة ورشيتوا بالدقيق وغادي نوزع الخالد ديالي ديال الكيك واندخلوا الفران مستخن على مية وسبعين دراجة كنخدم المرواحة بالنسبة الناس اللي عندهم فران غازي فكتديروه على نار اللي هي متوسطة الفران يكون سخن من قبل مدة ديال عشر حتل اتناشر دقيقة باش الفران يسخلينا مزيان بالنسبة الفران العادي لما فيش المرواحة فكتديرو النار من الأعلى ومن الأسفل والفران يكون سخن من قبل اعلى 80 دراجة ندخل الكيك ديالي ونخلي حتى يطعب ونضج لي عاد باش من بعد كنخرجوه من بعد غادي نوجد سيرو غادي نسقي بهذا الكيك هذا فمن نسبة السيرو انا وجدته في الأول باش هكبرد لي وحت شوية لما خرش الكيك خس يكون دافئ ما يكونش بارد وما يكونش سخون فكندير كأس ديال السكر ومعه جوج كؤوس ديال الماء الناس اللي لا يبقى الحلوه بزاف الكيك فممكن انكم تنقصون كمية السكر يعني ما يشي في السيرو باقي ما نقصوا فالكيك يعني نديرو ناسف كأس ديال السكر غادي ندير هاد الخليط ديال السكر والماء على النار حتى يبدأ يدوب ممكن انكم تنقوه بشي حاجة انا غادي نستخدم فقط شوكولات فيه هي كنكهو ايضا كإضافة غادي ناخد 12 قطعة من الشوكولات كيف شوانا كنخدم بقالة انا وردتها لكم هنا حتى تسأولك بزاف لانواعية الشوكولات وايضا كنخدمي اما باقبل او لقالة هذه يعني القالة الاقتصادية وعلاقة الجيب غادي ناخد انا كيف تليكم 12 قطعة كندوبة في الحرارة دياله ماء والسكر ثم نضيف ملعقة صغيرة من الكاكاو المور كيف تعرفوا قالة يكون يعني بادل الشوكولات ليس الشوكولات حقيقية فلذلك نضيف هذه الكاكاو كنغني شوية المدق ونهارس الحلاوة خصوص الكاكاو المور كيكون مصوص من بعد كنخد هدك الكاكاو المور كنخدت هذا اللي كنتربو به كنتقبو كامل من الداخل كنخدت فيه تقوب كنتشرب لي هدك السلصة والدخول لي معه ويجيني هدك الكاك فازق من بعد كنخد هدك السلصة وكنمده نفرغها على الكاك بحالكة دائما إلا كانت عندكم السلصة سخونة فالكاك يكون دافئ يعني نخليه حتي برد شوية باش نوزع لي هادشي ومن الأفضل توجدوها في النقبل هي اللولة باش انفو تخرجوا الكاك كتسقوها به كتشربه بكل سهولة كيف شرعة تشربت الخالط يعني فوق شو واحدة تشرب الخالط بسرعة كبيرة ونضع الخالط جانبا ونضع الكريمة فبالنسبة للكريمة نضيف الكريمة في الأول كأس الحليب ونضيف عليه جوش حتى تلات المعالقة كبار الكاكاو الحلو ونضيفه على هذا الحليب يكون بارد ونضيفه في المجمد يجب أن تكون المكونات باردة في المجمد من قبل ونضيفه 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 جيدا حتى ينسى جميلة ونضيفه 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 كتابه وأنه هناك جديد من أجمد يكون لفاق بارد يMen VERIZ و solitary ويضيفك مثل لظيف الكريمة ونحصل على كرامة كثيفة كأنني اضربتها بالخلط الكهربائي فهذه الطريقة قدرتها خصيصا سيدت لكي نضيف الكريمة او الشيح الودي الكريم كالقدائي من تساؤل انا ما عنديش خفاق كيفاش نتعامل معها فانا غنوريكم كيفاش تتعاملوا معها كيفما وعدكم في الفيديو السابق فكندير هناي الحليب كنضيف علي اليوغة شوكولا كنضيف عليهم البودرة دي الكريم شانتي كيفكت لكم المكونات كلها باردة ونحتاج هنايه لاليناء اللي يكون فيه الماء الماء يكون متلج يعني كان عندي فتلاجة مجمد مزيان إلا كانوا في بعض قطاع دي التلج كيف كنقول لكم يكون أفضل وغادي نبدأ كنطرب الكريمة ديالي علشان اقدرت واحد اناء هناي دي الانوكس لأنه يشد البرودة بزاف يعني سواء الحرارة أو البرودة يشدها بوحتى الدرجة اللي هي كبيرة كلما كان عندكم بحالة كإناء اللي يكون دي الانوكس من الأفضل إلا ما كانش مشي مشكل ولكن غير هاداك الماء اللي يكون من التحت يكون في بعض القطاع ديال تلج كنت ديروا فيه بحالة كلمة تلج باش هكا كيف كنت تشوفوا غير كمدا خفاق كتب الكريمة أنا هنا الكريمة جتني عاقدة بزاف لذلك اخففها بوحت شوية ديال الحليب من شو ما يعني كيبقى لكم على حسب الرغبة إلا بغايت الكريمة بحالة كجيكم غير كيمية اللي هي عادية لا بغايتش تجي خفيفة بزاف فغايت تكتفوا باب حالة كأس ديال الحليب يعني المجموع اللي يستخدم ديال الحالية بربع مئة ميلي لتر وبقد كنت نضيفه تدريجيا على هادا الكريمة هاداك حتى اختها ومن بعد كنت نستمر في التطريب أعمقا كنت نخفق كنت نخفق بالخلات اللي يداوي حتى كنت طلع هذه الكريمة ونحصل عليها بقوامني هو كثيف يعني أنا مدة الخفق اللي اخذت لي اخذت لي تسعود ديال بقيق وانا كنت نخفق في هادا الكريمة حتى حصلت عليها وضعفت لها الحجم ديال دخلت فيها كمية كبيرة من الهواء سوف نخفق بواحد السرعة كبيرة حتى تحصلوا على بات الشكل هذا يفتح لها اللون وكي يولي القوام ديالها مضعف مزيان ولهزيتها بحالة كي تضي لكم حل منقار ديال العصفور يعني كتكون شادة فرساء غير هي اللي ادخلتها تلاجة ستزيد تبرد و ستشد فرساء مزيان من بعد كنت ناخد هاداك الكريمة ديالي وكنوزها على الكيك الكيمية كتبقى لكم على حسب الرغبة فا يعني لاباش تدير غير طبقة خفيفة ديال الكريمة ستديروا جوج ديال الكيكات يعني هاد الكريمة اللي اعتدتكم ستخرج لكم جوج ديال الكيكات بهاد الكيمية القليلة ديال البودرة ديال الشانسية فقطع لكم تبع هاد الخطوات اللي اعتدتكم في الخفق ودائما الخفق ستخفق بسرعة فأنا يعني سقطت لكم الفيديو بشوفوا كيفاش خفقتها ولكن من بعد تفت الكاميرا بقيت كنخفق بواحد السرعة لهي كبيرة يعني كنخفق حتى ضعفت لها الحجم ديالها كل ما غفق بسرعة كل ما غتدخلوا فيها هواء كبير ويتضعف الحجم ديالها والناس اللي عندهم الخلاط الكهربائي فيعني ستخلطوها عادي انا هالطريقة درشال السيدات اللي يتلبوا مني الطريقة بالخلاط اليدوي سنوزع الكريمة ديالي ونحاول نسوي لها سطح ديالها باش ها كم ندير على هالشوكولات جيني مسار رحا ومقادع لها واندخلها المجمد لساعة او لساعة شين باش هكتش تفرسها مزيان ونوزع لها الشوكولات لا تثبت شليفها الشوكولات لانها تكون خفيفة بزاف وصوصا اننا خففناها بعد الكأس ثاني ديال الحليب ناخد كمية من الشوكولات نديرها مع اليوغ الطبيعي ونبدأ نحرك فيها احتى كدوب ليا ندرت هنا تقريبا 12 رقعة عديل الشوكولات مع علبة اليوغ الطبيعي بوزن 110 جرام لم اضفت لهم لكاكاو كم قد نخفقهم احتى كدوب ليا لا تصلت لكاكاو ويضربوا لكاكاو كثيرا لانها تضيف خلفوات احتاج لني احتاج لكاكاو وينهزة الكاكة وتبقى تسبب محل الدماء ويكون خفيفة وعندما تكون خفيفة نخرج من بعد الكاكة هنا المقطع لا توجد كامل لانه استطاعه من الفيديو لا توجد كامل لانهات تولي نصورها الوطفة ممكن نوزع الطبقة كاملة للشوكولات على الوجه ومن بعد ندخلها تبرد في التلاجة ومن نكات برد نقدمها جيدا يبقى على حساب الرغبة كيف تشاهدون انا زينتها بالقليل من الشوكولات فرميسيل من جنب ديالها درت عليها بعض القطع الفواكه المعسلة من الوجه ممكن ندير الفراء ولا اذا متوفر لكم ايضا منذر رائع وزينتها بالشوكولات وحبيبات وممتازين كيبقى على حساب الرغبة نتمنى فعلا انكم تجربوها تقدموها لديافكم للوليدات كيبقى رائعة بزاف كيكا الصيفية منعشة والمدق ديالها الديد ومكوينتها كيبقى بساتة بزاف كنتمنى ان شاء الله الوصفة تنال اعجاب ديالكم دائما الى عجباتكم متبخلوش عليها باللايك وصلوها الاكبر عدد من لايكات تقسموها مع معارفكم مع اصدقائكم ويلا كنتوا باقي منضميتوش القناة وطبعا الى عجبكم محتوى القناة فمعلكم الى الضغط زر الاحمر له وزر الشراك من بعد كي اظهر لكم واحد الجرس معلكم الى تفعلوه ضغطوا عليه باش هكا تبقى تصوب كل وصفات اللي كنزلكم ان شاء الله خليتلكم الراحة الى الملتقى غدا ان شاء الله مع وصفات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته